نوصل مع بعض المحطتنا في كنوز السنة تتوقف العقول متأملة إذا تكلم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوحي ربنا بمعاني فخمة لسيدنا محمد فيصغها عليه الصلاة والسلام بعبارات في منتهى البلاغة والبساطة يفهمها المثقف ويفهمها الإنسان البسيط العامي وتعد الأجيال تتأمل في كلام سيدنا رسول الله وتستخرج الكنوز حديث النهاردة أنا بسميه حديث الترميز والسمعة عند المقربين الحديث روى الإمام البخاري من حديث سيدنا أبي قتادة ربعي الأنصاري ده اسم الصحابي اللي روى الحديث إن سيدنا رسول الله كان معدي على جنازة فقال مستريح ومستراح منه قلنا ما مستريح وما مستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب كنت بتعلم أحد العلوم الحديثة إلا أحد أهدفها إنها تزرع فينا التقبل والرحمة تجاه كل أصناف البشر أين كان حالهم فقعدونا كده في مجموعة كبيرة وخلونا نتخيل جنازة كل واحد فينا وإن أهلنا وأرايبنا شايلنا وراحين بنا للقبر وقال لك قعد تأمل في وششهم كده وكل واحد وشه بيقول إيه عليك أنت بتسيب الدنيا هل مفتقدين طلتك وحضورك في وسطهم ولا في حد منهم مستريح أن تسيبت الدنيا أثرت فيها جدا التجربة دي وخلتني أرجع من التخيل ده بلاجع علاقتي وترميزي وسمعتي عند حبيبي اللي حوالي ثلاث كنوز في حديث سيدنا رسول الله الكنز الأول كلمة مستريح إحنا كموحدين عقدتنا أن المؤمن موته ترقية من اختبارات الدنيا ومعاناة الدنيا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يشعر العبد الصالح بأي معاناة إطلاقا في كل مراحل الموت ربك يقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون ما فيش فزع عند رؤية ملك الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فصلى الله عليه وسلم قمة الدقة لما يقول لك مستريح مهما كان اللي حواليك حبيبك ففي الآخر دول الرفيق الأدنى والله هو الرفيق الأعلى اللي أنت بتنتقله لما بتسيب الدنيا فدي أود أول كنزة حبيب بس أفكر حضراتكم به ومستراح منه في واحد لما بيسيب الدنيا الدنيا بتنور والناس بتهدى وسيدنا النبي قال لي كده مستراح منه والواحد لما يسمع الكلام ده يخاف ويبدأ يراجع ترميزه وسمعته عند المقربين يا ترى لما سيب الدنيا في حد يستراح مني والعلم يقول لك في العلوم الشرعية والعلوم الحديثة في كم صفة كده بتخلي الإنسان عبء تقيل على الناس أول صفة أنه يكون غير مأمون يعني بطشه مفاجئ يعني وأنا بتكلم معاه خايف دايما يقفش علي خايف دايما يزنقني خايف يأكل حقي لو أنا هبقى شريكه غير مأمون الجانب يقول لك عمل زي حتة الإزاز المكسورة لو قربت منه يجرحك عنده شارب إجز يقول لك كده الأجانب اللي قال عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قلنا خابة وخسر قال من لم يأمن جاره بوائقه الجار دا ممكن يبقى جارك في السكن وممكن يبقى أبوك أو أمك أو مراتك ولا جوزك جارك في الحياة مش حاسس بالأمان وهو معك شخص التاني اللي لما يسيب الدنيا ناس تستريح منه مناع الخير اللي واقف في طريق ساعتك اللي واقف الميراث قريبه ولما يموت هعرفه ياخد فلوسهم وحقهم مناع الخير دا لما بيموت ناس بتستريح منه شخص التالت اللي لما بيموت ناس بتستريح منه اللي بيرهق مشاعر الناس دايماً عمال يلوم ويبكت ويحاسزك بالتأصير ويلزمك بمسؤوليات هي مش عليك ويعتبك لما ما تعملهاش ودايماً يقولك هسيبك في الدنيا الضيع عشان أنت محتاج له ويهددك بالترك فلما يسيب الدنيا أنت تشعر أنك أنت حصل حاجة أنت مكنش عايف تعملها مستريح ومستراح منه صاحب العبء الثقيل ده الكنز الثاني الواحد يراجع نفسه لحسن يكون فعلاً مستراح منه الكنز الثالث اللي لوم تأملته فيه كده في كلام سيدنا رسول الله كلمة النبي والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب الأكوان لها عقل تفتكرش أنها جمادات بس وحيوانات كده عايشة في الدنيا ما تعرفكش تعرفك وبتحس بيك ربك بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فالأكوان تعرفك ولو كنت إنسان نافع تحبك ولو أنا كنت إنسان مؤذي الأكوان ما تحبنيش عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الأرض اللي ربنا الناس أطاعت ربنا عليها أو عصت ربنا قال يومئذ تحدثوا أخبارها تتكلم على الناس اللي عملوا خير أو عملوا شر عليها وتشهد عليهم يوم القيامة يا مسخرة في الدنيا ما تعرفش تكلم بس في الآخر الوضع مختلف ولما مات فرعون ربنا قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين لأن الأرض والسماء بطاعت على العبد المؤمن كما يقول سيدنا بن عباس في التفسير يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب دا كان شرح بسيط وكنوز ثمينة من وراء كلام سيدنا النبي واسمع الحديث تاني مستريح ومستراح منه قيل ما مستريح وما مستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب